في فقرتنا الثانية من حلقة الليلة سننتقل إلى الأنشطة رياضية البحرية وأيضاً مع الغوس الحر والصيد وبالأخص صيد السمك بالرمح يمكن هذه الهواية بدت تستقطب الكثير من الشباب والمهتمين وحبينا نسلط عليها الضوء من خلال هذه الفقرة مع ضيفنا الكابتن أحمد عباس مدرب المدربين وبطل الكويت في رياضة الغوس الحر والصيد الساكلة من خير ساكلة من نور الله يعافيك كابتن قبل أن نبدأ الحوار معك عندنا هالتقرير نشوفه ونرجع نشارعه نتكلم معه هل شوفه التقرير يعتبر الغوص من أمتع وأجمل الأنشطة البحرية حيث ملاقات الشعب المرجانية والأسماك اللطيفة والمفترسة والتمتع بالنظر إلى خلق الله المدفون تحت سطح الماء ويعتبر الغوص الحر هو أحد طرق الغوص الذي لا تستخدم فيه أجهزة التنفس الخارجية ويعتمد فيه فقط على قدرة الغواص على حبس أنفاسه أطول فترة ممكنة حتى الخروج إلى سطح الماء أما هواية الصيد باستخدام الأسلحة تحت الماء فهي المتعة الحقيقية والغاية لكل غواص فهي تجمع ما بين الغوص وصيد السمك في آن واحد فما هي مخاطر وصعوبة هذه الهواية ومدى الأعماق المسموح بها للغوص الحر وما هو السلاح الذي يستخدم لصيد الأسماك بممارسة هذه الهواية كابتن عرفنا بالبداية على رياضة الغوص الحر أو الفري دايبينغ وش اللي ميزها عن رياضات الغوص الأخرى الغوص عندك من الناس اللي تعرفه الأغلب الناس اللي تعرفه اللي هو السكوبة أو غوص المعدات نعم اللي هو تحط السلندر على ظهرك وتستخدمه حق الغوص الفري دايبينغ انت معتمد اعتماد كلي على هوا اللي بسدرك مو أكثر يعني فوق تأخذ دفاس تعبي صدرك وتنزل وهذا اللي راح تستخدمه كله نعم هل يستخدم الغواص لبس أو أدوات معينة خاصة فيه بهالرياضة هالي عدتنا شوية حنا تفرق أن عدة الناس اللي ينزلون بالمعدات بالسكوبة يعني اللي سلندر على ظهرك لأننا راح نحتاج شغلات تعطينا مثلا سرعة أكثر دفا نحتاج عشان ما أنا بدقات قلبنا تزيد لأننا راح مستهلك هو فعندنا بدلات مخصصة غير عن ملوطة السلندرات من شو تتكون شو ميزة هنا البدلة أنا أقول تفس البدلة اللي موجودة البدلة اللي موجودة هنا لما تقارن مرونتها بمرونة البدلة الثانية اللي هي بحق السلندرات راح تشوف أنه هذي وايد مرنة وايد وايد مرنة البدلة اللي موجودة هنا اللي موجودة هني اللي موجودة هني اللي موجودة حتى حق بطولات بتعطي سرعة حتى بالماء انسيابية أكثر بالماء ومن ناحية الدفا هذي سماكتها ثلاثة ملي لما تقارنها مع مال سلندرات ممكن أتفى من الخمسة ملي حتى مال سلندرات فراح يفرق حتى زعانف احنا مالتنا شوي أطول فتعطي لنا سرعة نحتاج سرعة زيادة هذه البدلة مثل ما قلت انت هذا اللي يميزها ولكن حتى بالوزن وزنها خفيف يفرق بكل شيء يفرق كل شيء كل شيء يفرق نوع الماتيريال من داخل شون من بارشلون مرونتها وزن كل شيء يفرق فيها نزيل هذه الرياضة تحتاج لتدريبات خاصة كابتن أحمد طبعا كل رياضة يمكنك تتعلم شيء على الخبرة و يمكنك تتعلم على الأصول دورات وتتعلم شيء علمي و طبعا العلمي هو دائما أفضل هناك شخص يقولون لا أنا من عمر أغوص فما أحتاج بس الحاجة أنه بالذات هالناس أنا نصح منه حيلي لدي شون دورة لأنه رح تشوف فرق معلومات فرق حيلي كبير يعني رح تشوف أن السيفتي كل شيء كله تغير حتى بالحفاظ على نفسه حتى كل شيء وهو أهم شيء بالكورس أنه شون تتجنب المشاكل في ليسن خاص حق هالريالة أغلب المنظمات يكون فيها ثلاث مستويات وهم في مستويات مدرب و الذي يفرق بين المستويات هذه الثلاثة اللي قبل المدرب المعلومات اللي فيها أن تناسب العمق اللي أنت فيه وكل ما رحت مستوي أكثر كل ما نزلت عمق زيادة كل ما تطورت بالتمارين كل ما دخلوك حق أنك تصير مدرب أكثر لقبك مدرب المدربين تكلمنا عن هذا اللقب مدرب مدربين لا الحمد يعني ما شاء الله شوك صغير بالعمر شايف البيض باللحية والشارب والشعر مدرب المدربين عادي ممكن تمشي ما أسألة عنها لكن توقي صغير ما شاء الله الشباب الحمد لله شوف أنا الهواية يعني عجبتني هواية فأبل 2012 قلت بس أنا لحيني كنت بالكلية فقلت بالجامعة فقلت أن خلنا نستفيد من هذا من هواية شيء أنا حابة فشغل شيء أنت تحبه ما رح تشتغل يعني كنك ما رح تشغل كنك ما رح تشغل كنك تستانس مزيين 2012 الله الحمد صرت أول مدرب في دايف على الخليج حلو وشهر واحد 2015 صرت أول مدرب مدربين بالمنظمة اللي أنا فيها اسمها ساساي أول مدرب مدربين حق في دايف خليجي وأول واحد بالعالم يعطيها بالعربي مزيين من المنظمة يعطيها بالإنقليزي لغات ثانية ما يتعلم إنقليزي فينسة الصعبية يقول لك أنا أول شيء أسافر عشان أخذ دوره ثاني شيء لما أسافر تكون الدورة بالإنقليزي فراح يكون شوية صعب علي إني ها أفهم أفهم فيتعيزون فلا ما نبي بتعيزون نحن ني عندهم فإحنا موجود يعني إيه عندنا ونفس الديرة يعني ونفس اللغة ونفس كل شيء أول شيء من متى صار لك بالغوص بشوف كبحر وإننا ننزل شي نستانس وهذا من عمر من زمان يعني تخصص سلندرات من 2000 من سنة 2000 ولغاية مدرب سكوبا مدرب سلندرات سنة 2008 2008 واحد من الشواب واحد من الرابع الله تكرب بالخير اسمه محمد كمال يعني من القدم هو شوي بسالفة الفريداي بس حزيتها وما كان آخذ دورة كان ينزل صياده بس يعني على مستوى وايدي فشفتها قال يسبح بالحط لا بزعانفنا وقال يسوي تانا دي شونك شخبار كابتن شون طريقة وشي وهذا فهو نورني خنقول على الشغلة وبلغشت فيها صيد نعم بنستعنس بنصيد سميشة مزي مو تبس النار العادية ولا تبس لا فرق فرق كبير راح يصير فرق كبير يعني أكيد 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 كدعوة أكيد تجرب ليش لا لأن عالم ثاني عالم ثاني كمتعة ولا عالم ثاني حتى اليوم الناس تحب التوفير حتى كتوفير يمكن توفير صحب ما في ما في هواية فيها توفير تخسر يعني كل هواية تخسر كل هواية كل هواية طايبون لا يعني أنا أقول لك حتى الخيوط يعني حتى الحداق نفسه واحد يستهو الشغلة يبي طراد فهل طراد بروحة سعر ويبي خيوط يدد ويبي مياذر يدد ويبي ييم فلان ويبي ماذا شون فيتعنالها نفس الشيء عندنا بس يعني أنا مو كل يوم شريم أنا عندي مسدسي متى ما ما الخيط شوية تقطع عادل متى ما أنا الصيخ شوية نعوى أضبط السيوري شوية أكله ومع الموسم أضبطهم بس اللي يفرق أن أنا ما نترسمشتي قد خيطي وحاطي يمتي بكل شيء وأقول أن وأقول ما يتيوها ويطلع لي سمشة ثانية ولا شيء صغير يعديني ولا ما في مجال أن إن شاء الله تبرز سمشتك تشوفها سمشتك أنا نقيها فأنت الشم ما أمر عليك نهائيا الشم نشوفها 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 ما أكثر أو أبرز المصاعب والمخاطر التي تتعرض أصحاب هذه الحواية طبعا كل رياضة وكل هواية فيها مخاطر ما كانت حتى لو ماشي تمشي 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 مفجأة ريالك تلف أو أين كان رأتي لك سيارة أين كان فكل رياضة فيها مخاطر نحن عندنا بالفريدايف أو بالصيد يعني خلقوا الفريدايف وخلقوا الصيد الفريدايف إذا ما تعلم الأصول يعني ما أخذ الدورة الدورة راح تعلمك أن فيه تنبيهات موجودة بالجسم فيه شغلات لازم تسمعها فإذا أنت ما تدري شنها الشغلات وتصير لك بالماي راح تطنش لانا ما تدري شنها فهنا أنت راح تعرض نفسك على مشكلة راح تعرض نفسك على قصابة شنو أهم الأشياء هذة؟ أكثر شيء مشهور عندنا اللي هو اللغماء طيح أشياء ففيه ناس عبالهم أن اللغماء فجأة طيح أشياء هذا شيء مو صحيح شنو الشيء اللي ممكن يعرضك اللغماء في الماي يعني وأنت تمارس هالهواية اللغماء يحوشك بسبة ناقص أكسجين حسنا؟ ناقص أكسجين ما هي هالناقص أكسجين؟ هذا ما يفاجأ يعني أنت تكتم نفس نحن قاعد نستخدم هوا اللي بس الدم فأنا قاعد أستهلك 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 لأن مرحلة جسمي نبهني إنه خلاص أصعد تنفس تجدد هوا فإذا أنا أطنش وطنش 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 راح يصير الأكسجين هذا لكن صيد محترم يعني أنا أقولك أنت بالطوفة بعد لماذا أقولك فريدايف وسبير فشينك؟ لأن السبير فشينك هناك ناس تقول على قولتك سمجة لا أريد أن أطوفها السمجة فيشد على نفسها فقل لي أنت في سمجة تسوي أنك تموت عشانها؟ أكيد لا بعض الناس يمكن يبدأ سمجة على الروحة بعض الناس إنه هذا إحنا حيلا نركز عليها بالكورسات إنه ما في سمجة تسوي أنك تطيخ عشان عشانها نوع من المغامرة يعني يمكن أنه ما يبديها على نفسك سمجة خطر تحب سرعة تحب هذا لكن خطر حيال خطر صحيح مزين تشوف فيه قبال اليوم من الشباب؟ والله ايه قبل يمكن 2013 الناس بلشت تدشها المجال الوائد ليش؟ لأن شافوا أن كرياضة فيها متعة فيها تحدي حتى حق نفسك يعني مو شاب أنا صوت وانت ما صوت تخلي عنك صيد أنا قاعد أنزل رفيجي يعني فيه تنافس حيل بينهم بين بعض سمجة لا أنطر سمجة لماذا أقول لك الحدّاق سيبطل لا ما يحدق لأن بدلا أنا قد خيطي أنطر سبيطي لا أنا أنزل حق سبيطي ما في مجال أسمجة ثانية كلا تليم لا أنطر هذا مكان أنا أدري في سبيطي أنزل أقعد سيمرني سبيطي كلا إنه، كلا لو أدري في سبيطي كلا أحب أنزل ممتاز ما ندري في سبيطي وإن أبقى أغلب شاب كانوا كانوا مرحبين وإنه مامو كل ربعي قاعد يشخطون كلهم رايحين رادين رايحين رادين رايحين رادين والناس يعني أهم صيادين يومتها ولا واحد فيه مصاد يمكن اللي صايد صايد ثنتين شلو نقرور ولا تانعد كان في جزيرة كبر حزرتها في يومتها أنا صايد ومو مكثر صيد يعني في يمكن ثلاث نزلات أنا نازلها بس قاعد أصور ليش أول مرة بحياتي شوفشي صايد ثمان وغير لي ما طاقيته ثمان ايه ثمان وقاعدة نق يعني يمروني يمرني راس يعني في ست سبع فحجم صغير ما طاق خلاص صايد رايح بحشوية راح يمرني غيرها ايالش بعد فترة لانتكفر في غيره راح يمرني غيره كبير وشاوب الباجين كلهم ما قاعد ما حقا يصيد يعني رفيجي لحن نضحك والله عسال في اسمه علي شمو بالتشخيط حيل غوي فأنا كنت نازل طراتي مع شاب هناك شوية بعيد فنزلت طاقيت اسمتها وهو قريب كان هذه علي تعال يا كان قط عنده شنعدة قل لي فيه قلت له فيه ضبط الصيخ ولا هذا عدلت طبيت منه ما وخرت يمكن عشرة متر حين يبقى يكمل تشخيطه وشاف شنعدة يبقى يكمل تشخيطه يبقى يدري انها موجودة اتشيلت ولا يمرون تحتي مرة ثانية كان ننزل وضيق واحدة فعلى طول طلعت رأسي كان هذا دي علي كان يقول لي شو هيك باشا خط باشا خط يمكن هذا الشي يعطي دافع شوي علي اعتقد بعد فترة اكيد علي فاق بعد يومين ننازل بيانا ايا بعد يومين اقول لك عندنا فاصل كابتن احمد وبعدين نتواصل ان شاء الله معكم مرة ثانية في البارت الخير من حلقة الليلة فاصل مشاهدينا ورجعين موسيقى رجعنا معكم مشاهدينا في البارت الخير من حلقة الليلة مع ضيفنا الكابتن احمد عباس كابتن احمد كلمنا عن السلاح الخاص لصيد السمت في الغوص الحر وطريقة استخدامه يعني احنا نقشب السلاح موجود اذا بعد مخرجنا يخدم معانا بالكاميرا كلمنا عن طريقة استخدامه بعد كابتن اوكي المستدس في تقريبا نقسمه لنوعين نوع سور نفس اللي موجود هني موجود عندنا وفي نوع ثاني ضغط يعتمد على ضغط الهواء وهذا انا اعتبره شوي قديم ضغط الهواء شون طريقت يعني بام بيصير نفس هذا بس بدلا تحط وتشد سور تحط الصيخ بالمسدس بس لازم ضغط حيل وهو مثل سلندر وتحط الصيخ داخل وعلى الضغط راح ترمين اوكي اي صيانة اي شي عندنا بسهل سور بدل القلب على المساد السفراء يطلع يعني ما يبالي صعوبة فالسور راح ينقسم حق مسادسات صغيرة ومسادسات كبيرة يعني عندك من اصغر واحد موجود لتقريبا طولي فشون تستخدمهم هذا على حسب او ايهوة نقية ايه قاس هذا على حسب المكان اللي راح تنزل يعني مثلا شون وزنه في خفة يعني تقدر تسل وفي مسادسات موزونة بالماء يعني ابرا شوى واني تشيله مثلا مثلا هذو مسادسي حين بتشيله شوى ثقيل بالماء راح تشوف ان يطفح خفيف ام ف على حسب المسادس على حسب منه على حسب ماركة وبالنسبة الامان بعج يعني يمكن قبل شوى كان موجه صوبي فقد حقم خرجنا ايه قبل شوى قانا نخرعكم انا شفيتك اننا يرمي ان هذا يزرق بسرعة لا او او ان المسادس لازم يتشيل يجب أن يشدون السيور فهو حي ما علي أي خطر ليش مبطلين كل شيء وكل مسدس أساساً له زر أمان بس نقول دائماً نقول أن السافتي الأول هو أنت الشخص الذي يستخدم المسدس فلا توجه على الرفيجيك واخر لا تشيله فوق تشيله بالماء حتى إذا فتلت ما رح يصير تأثير نفس بره فالسافتي في كنمبر وان أنت نزيل عندنا فيديو من تصويرك سنشوفها مع مشاهدينا ونرجع إلى الحوار إن شاء الله سنشوف الفيديو ماكتر من نوع أعتصيدها أو الأسهل في هذا السلاح كبتل أحليت شوف الأسهل كل السمج سهل كل السمج سهل كل السمج كل السمج سهل حتى النقرور الصعوبة أين أنك تدري أينها تدري أين السمجة يعني شون بالماء أنا أشوف بس هل أدري أنه مثلا هات الطاولة هي معبر حق النقرور لو أدري أنه هنا سيكون نقرور بالفترة يعني مثلا شهر 12 عندنا حين يبدأ بالغوص يبدأ موسم صيد الجنعد فالناس ما تدري أن تدري أنه شهر 12 موسم جنعد بس وين فالفترة الأخيرة أنا حطيت كذا مكان حق صيد الجنعد فتروح موسمها السمجة تعبر هنا طوف هنا فتنزل لها وراح تحصلها يعني في ناس يعني الشهر 12 عندنا هي فنقول أعلى سمجة بالنسبة للنسابة 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 السبيطي حق الناس ستوقع أغلب الناس اللي تحدق السبيطي ومن السبيطي شون صعب الحداق عندنا بالغوص تقدر أنه رح يمر هنا خلاص أمطره بروح رحيلي رحيلي يتمشي يطالع يوخر يطالع يوخر هل اسمتش الذكي يعني؟ ايه فالسالفه مو انه اه اسمتش ايه ولا موهي المكان وانه ايه موجوده ولا هرأت؟ يحتاج الشخص اللي مارس هالهواية لياقة بدنية معينة تختلف عن لياقة البدنية العادية لأي غواص ايه اكيد اشوف غواص السندرات يعتبر من فان اوك في ناس تشتغل بس في ناس يعني اغلبها فان فان احنا كفريدايف شنو لياغتك شنو مستواك يكون يعني لياغتك قوية مستواك بالماء رح كون واي قوي رح تطول اكثر رح تنزل اكثر رح مستواك رح سير فارق عند بعض الناس اهه يعني هي رياضة 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 تحتاج منك جهد كبير ايه تحتاج جهد يعني انا اقولك نفس الركض انا ما اركض ويني واحد يركض فانا لياغتي رح تكون واي تفارق عندنا وايض اقوم مني رح سير اناس الشيء بالفريدايف لازم تغوي نفسك عشان تصير واي زين شن الاعماق اللي تقدر توصل لها كغواص بهذه الحواية شوف اعمق اعمق شيء وصلوه بالفريدايف عالميا كان 253 متر 253 متر و هذا ما تصير راسمي يقدر الشيخس ينزل 250 متر صحيح وكان يقولوا حدك 240 بس هذا إنسان هذا بالذات كان يقول دائماً العلماء لم يقولوا لي أنه ما تقدر تسوي شيء أنا أتحدى نفسي عشان أسوي فهما كان اللمت مالهم 240 فهو شاوه كان ركورد ماله 214 سجل 240 244 لكي نقول بزيذة 200.50 يعني لا تقول لي ما أقدر أسوي طبعاً هو حيل هذا هو هذا اللي يحب يحطم يعني يحطم المستحيل نعم تحدي هي سالفة تحدي يعني حتى شوف يعني ليس على المستوى العالمي على المستوى أننا ننزل ونصيد نسانس بالنسبة لنا أنه يجب أن يكون في تحدي لأن الاسمتشة شوي تحت فأنا تحدي نمسين شوي نزل زيادة لأن هذا الاسمتشة بالمكان الفلاني شوي صعب وصيدته فلازم يكون في شيء تحدي هذة الرياضة مسموحة في كل دول العالم ولا في دول محددة؟ أغلب دول العالم مسموحة أغلب دول العالم في دول هي أماكن بالبحر محمية طبيعي ما تقدر صيد فيها بس أغلب دول اي وفي دول حط شروط في شروط؟ اي حط شروط يعني مثلاً مثلاً أنا أكثر من مرغس في الوينان فقانونهم موائد حلو عندهم شهر أربعة موسم تكاثر سمج فأنت مسموح لك تصيد طول السنة بعد شهر أربعة سمج سير وافرة وشذي أوكي بس موسم تكاثر موسم تكاثر بعد يصيد غرامة وكل شيء في مثلاً في دول جيراننا سنقول مانعين كل هائياً طبعاً مانعين أنا ما أقول مسؤولين وما يعرفون وماذا شنو وكيفهم بس لا تبنى حط قانون لا تسكر الناس خل الناس يستنسون بس أنت قبل أتسك أدرسها وماذا نحل المثال متى الموسم اللي أنا أحتاج أن أسك فيه مثل ينان موسم تكاثر متى موسم تكاثر خلاص أسك بموسم تكاثر بس انتهت السالفة فأنا المخزون من السمك هذا مالي سيتوفرني ممكن ما أخطينها كتأثير على البيئة في تأثير على البيئة من خلال هذه الأسلحة البحثة شوف من ناحية صيد المسدس هذه أمن طريقة حقنا كصيد يعني لا يوجد شيء يسمى صيد جائر إذا الإنسان هذا أنا أبي صيد كمية 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 فهذه هي مشكلته بروحه بس الفرق يعني أنا أقول لك عندك حداق ممكن أن تصيد سمك أنت ما تحتاجه لا تدعش أنه رح يضرب عليك فتقطة والعين كان فإذا السمك هذي آي من غزر ممكن تموت صعب أنه راح ترد مرة ثانية قراغير في سمك يدش وأهم ما تحتاجه في سمك في قراغير ناس ينسونه يضيعون تحرك مع تارو شيء يضيع فهذا خطر عديد ما عديد في عديد يعني وايد وايد نشوف إحنا إحنا نشوف إن العدة تحرك مع الماية ما يطلعها يدها على البنة بالليل يقطها ويطلع ثاني يوم وتيح حتى على الصخرة حتى على المرجان فالسمك يموت مرجان يموت حتى يمكن طيور البحر لماذا أنا تشوف حيني هذا شبك معلق بالماء ومعلق عليه سمك فالطيور يأكل يتجلب فيه فهذه مشكلة وطبعا المشكلة العويصة عندنا هي الكرفات تشيل الأرض كلها فيها صخر أنا شايل الأرض انتهت نحنا لا نحنا ما نطق شيء ما نحتاجه أنا السمشة اللي أبيها هذه نقيها حتى حتى إذا صار واحد شوي متمرس أو مثلا حين ما أخذها وأنا سوى طلع يدام حق البيت فهي ناس يتعنون عشان سمشة يتعنى مثلا فيه ناس يطلعون يتعنون والله أنا بيصيد تشنعدة أوكي حين بالنسبة لي أنا الحمد لله أني صدت تشنعد بما في الكفاية فتوانست ما تتعنى له يعني حين أتعنى حك سمشة اسمه شقارة ليش صيدتها شوي صعبة وحريصة حينها سبيطة بالنسبة لحدا حين فالشنعدة شنو فيه ناس يتعنون له والشنعدة وهذا حين أنا بالنسبة لي لا أعطت شنعدة واحدة ثانية بس خلاص كافي ساعات ماتك شنعدة يعني عادي يعني الشنعتين صدتهم صدت دامي أنا أحط لكم تصاوير ما أدري إذا بيحطونهم أولا أصور سلفي مع الشنعد شنعد ناس يعني أقول له شنعد فأنا أنا أنا نازل أستنس أرى؟ فهذا عشان تغهرهم اللي ما يقدمونه سيدنا لا الشنعد سهل صار لك مواقف إذا موقف طريف أو مواقف صعب والتقار في مارس الرياضة شهر 12 لطاف كنا رايحين جزيرة كببر فقال أقول حق لا أقول حق فقال أفكر أنا حين بطريج حنا فقال أفكرنا سالفة السلفي مع الشنعد أنا صورت الشنعد ورميت الشنعد وكل شي فكنا كنا هابين بسالفة السلفي ما سلفي حزات عزيزين لطافة فقلت خلاص صور سلفي مع الشنعد إذا صار لماذا أدري موسم فراح يمرون أكثر من خمسة حبات دعني نصور سلفي ما المشكلة على حظي أول نزلة تأوني موسك لأرض ولا دور مداري كلها كان عزية يعني رأس شايفني ويايني أنا طبيعي أكون هادئ بالماء فأنا موسك مسدسي كان طالع كان عزية سلفي فصورت وبنفس الوقت كان يقول هاا لا نحاش الرأس ها رد العده ونعش هنا ورطق فطي طقيت لي واحدة فيهم بس السيلفي كانت يعني عجيب اي بالنسبة لي أنا هذا تقريباً أقوى السيلفي خلي ما فكرت بيوم تصور سيلفي معي ياريور مثلا صورت ياريور اي ليش أنا عندي سفرات أنا مصور هنا بالكويت ويمزل عير بالكويت ومصور أنا رايح زنجبار استكفاج كام بإبتسم ولا لا كامعا كامعا كان يتحرش بعض الخفيف بس أن اليريور الناس فكرنا قوله بس رح يأكلني حين لا حد ما لا عمل أي عمل أصلا فيك يطالع ويوخر يعني بالكويت أكثر من مرة أنزل أبي صور اليريور يوخر يوخر أو يوخر يعني ليس نفس الأسد رأى صار يعيقلك هذا غير في مسابقات تنظم بطلعات هناك مسابقات هناك مسابقات دون مدار سنة كأعماق وكنزلات و هناك مسابقات سيد هم بطولات عالم أول بطولة عالم سبير فشينغ سيد سنة 51 أو 53 أو شيء والنواد قديمة وبالكويت عندنا يمكن ثاني سنة ينظمون بطولة سيد مسدس شاركت في البحر شاركنا فيه شو كان كان زين كان وائد زين طبعاً اسمتها رزقة فما توفقنا احنا صدنا زين بس ما توفقنا في وادة فرقصة كانت صيدها أحسا منا و إن شاء الله السنة اليائية بتصير مسابقة راح نشارك هذا ما فيها كلام لازم نشارك بس إن شاء الله فيه تمشغل بلغونين راح إن شاء الله بتعدد كابتن أحمد بشم تنصح الشباب المهتمين بهذا الرياضة و باعتبرك كلمة خيرة حسن شغلتين أول شيء أخذ دورة لأن راح تحميك راح تردك البيت سليم حسن حسن ثاني شيء لا تسرف بالصيد استانس ليس راح تحسر يعني راح تصيدها حسن ولا تسرف بالصيد ليش؟ وايد ناس تهمون أننا نحن وايد نصيد فالصيد اللي تحتاجه استانس نحن طالعين استانس نحن طالعين استانس الصيد إيدامي إيدام الشواب و بس كافي فلا تصيد زيادة نحاشتك كل شكر لك كابتن أحمد عباس حبيب على تواجدك معنا و على هذه الفقرة الممتعة نتمنى لك إن شاء الله السيل في الياي مع شنو راح يكون والله ما دري حوت يمكن أشكرك جدًا مرة ثانية وأحسن لي وفقك و أحفظكم إن شاء الله مشاهدينا أشكركم على حسن المتابع لقاكم إن شاء الله في حلقات غادم السلامة اشتركوا في القناة